لا طبعا الفرق المستوى الجزارة أحسن كسبت فيها وندي واحد صفر وجات الكاميرا نتقدم اتعادلت كرة القدم هذه اللعبة اللعوب فلاص عارفين ما قلبها لكن أنا بتكلم ماهونت برضو موجد تطلع وتبقى محروق جدا لكن حاسس بكبرياء أنا خسرت بس العالم كله بيحترمني وممكن أكسب والناس بتقول لي يعني ما كانش الفرق الفلانية بدلهم ده إحساس وحش أنت عايزين نوصل عندنا أمكانات عندنا أمكانات عندنا رغبة عندنا رغبة بس ما فيش إرادة أنك تعمل الصح أو كل مرة ما عرفش ليه خايفين ونقول الاستقرار ونحافظ على الوضع القائم حتى يوم ما بنيجي نغيره أستاذ إبراهيم ما بنغيروش بمنهجية ويبقى عندنا خطة فيه تارجت فيه هدف إحنا بنغير عشان نوصل لكذا لأنه بنفاجأ أنه بعد شوية بنرجع لنفس الأسماء لازم بقى فيه خطة تانية إحنا عايزين عايزين مصابقات محلية محترمة تعمل تنافس هايل بتحكيم قوي ما فيهوش احتواءات ما فيهوش طبطبة وما فيهوش توجيه علشان اللعيب بتاعي أميطلع بره يبقى متعود على هذه الصرامة طبعا من المناخ صح الصرامة والتحكيم إنما أنت فيه حاجات كتير إحنا ما بنحسبهاش هنا بتتحسب علينا بره لأنه إحنا مش متعودية تتحسب علينا بنعملها ونبقى مستغربين قوي فعايزين نبتدي يعني نحط المعايير العالمية اللي توصلنا للعالمية طيب